نفذ العشرات من أهالي ضحايا التفجيرات الإرهابية في محافظة الجوف اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة عرض المجرمين على القضاء لإنفاذ العدالة وطالب الأهالي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في المحافظة بالكشف عن المنفذين والجهة التي تقف وراء هذه التفجيرات الإجرامية وندد المحتاجون بالأعمال الإرهابية التي ترتكبها خلايا الميليشية الحوثية وزرعها لعبوات ناسفة ومتفجرات ذهب ضحية عشرة المدنيين في مناطق سيطرات الشرعية بالمحافظة كما أدان المحتاجون استخدام ميليشية الحوث النساء والأطفال في تنفيذ عدة أعمال تقريبية وسط الأسواق والقرى الآهلة بالسكان معبرين عن استيائهم من صمت المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تجاه جرائم ميليشية الحوث المتكررة وفي هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب السلطة المحلية وإدارة الأمر بمحافظة الجوف بنشر التحقيقات مع الخلايا الإرهابية وكذلك إنزال العقوبة الرادعة بهؤلاء فكم من شهداء وكم من أبرياء راحوا ضحية هؤلاء المجرمين وهؤلاء القتلة لهم خرجنا اليوم نطالب الجهات الرسمية بالحزم وسرعة القبض على الذين يقومون بزرع العبوة سواء الناس فاء أو الذين زعزعون أمن الناس والسكينة العامة ويجب على الجهات الرسمية أن تحزن بهذا الأمر وفي أسرع ممكن وأن تقدم الجناه إلى المحاكمة محاكمة تأخذ وتضرب يد من حديد على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم نطالب منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تقوم بدورها تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي حصدت المئات وأثرت في عاقة كثير من الناس بل وأثرت في الإنسان والحيوان وأثرت في كل شيء يمر يعني ألغام عشوائية في أماكن كثيرة بمئات الآلاف وهذا يعني من مليشيات الموت فينبغي أن توقف هذه الأعمال الإجرامية وأن يوقف هؤلاء الناس عنده ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر